المجتمع الجزائري يقول لك ترشح باش يديرش كارة ترشح باش تعطيله الدولة دراهم شوف ما يقدرش لانه ما يعطيلوش دراهم مسبقا يعطيهم لو بعد بعد النتائج اللي تستروا وبعد ما يقدم الفواطر الفواطر بتاع الصرف أنا تقدمت في المرة الاولى ما قدمتش الفواطر ما مديت حتى دوره مرة ثانية قدمنا الفواطر دينا أقل منها يعني بحوالي بخمسين في المياه ما تكلف الحملة الانتخابية وش هال ممكن الحملة الانتخابية شوف حسب الطبقة المناظلة التاعك والمكاتب الولايية فيه من يؤجر حافلات ويؤجر فنادق ويجيب أو يضخم فواطر فهذا ربما يوصل إلى مبلغ وهمي ولكن من يكون صادق وهو يعيش في أوساط مناظلية في أوساط في بيوتهم ما يروحش الفنادق ما يروحش كذا يتعشى في المداشر يتعشى في كذا يعني عنده التكلفة تاع السيارات ونتعلى تاع السيارات البنزين والاخر لا تقعت مجانية هذاك ما عندوش احنا الشي